موسيقى رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي الأمين العامة المساعدة للأمم المتحدة الممثل الخاصة للأمين العامة في منطقة غرب إفريقيا والساحل في إطار زيارته لولايتي أدرار وتقانت وزير التجهيز والنقل يقف على أعمال جسر تيمينيث بالمقطع الرابطي بين أوشف وتشكشا موسيقى في إطار زيارته لولايتي أدرار وتقانت وزير التجهيز والنقل خلال مؤتمر صحفي المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان الوثائق المؤمنة يؤكد أن الدولة توفرت جميع الوسائل لإنجاح الحملة الحالية للتقييد في سجل السكان موسيقى طيب اللهم وقاتكم مشاهدين أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية يصحبون فيها محمد والبديدي أهلا محمد ومعكم فيها كذلك عزة عبدوهاش مهلا عزة مشاهدين كراما ما الآن فننتقل لنتابع موجز لهم وآخر الانباء مع زمينا سيدنا بومت المختار سيدنا بومت المصار خير مساء نور محمد شكرا عزة ومحمد ومرحبا بعيش علي التي ترافقني بلغة الإشارة أهلا بكم استقبل رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزوان اليوم بالقصر الياسي في نواكشوت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام في منطقة غرب إفريقيا والساحل السيد نيوناردو سانتو سيماو جرى اللقاء بحضور الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية السيد المختار لدياي ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية سيد يحيا والكبد والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة ليلى بيتر زيحيا نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم بقصر العدر في نواكشوت الغربية حفلا خصصته لتبادل المهام بين النقيبين السابق والجديد حضر الحفل وزير العدر ورئيس المحكمة العليا ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس محكمة العدر السامية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وأعضاء مجالس الهيئتين السابقة والجديدة التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم المرزوق اليوم في نواكشوت وفدا رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة في منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل السيد ليوناردو سانتوس سماو وتناولت المباحثات مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه المنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها ومختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الأوضاع في منطقة الساحل جرى اللقاء بحضور السيد محمد الأمين مولاي علي السفير المدير العام لمديرية التعاون متعدد الأطراف والسيد فاتو حمال غريب السفيرة مديرة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية بمديرية التعاون متعدد الأطراف والسيد مصطفاء نجيه السفير مدير الأمم المتحدة بالمديرية نفسها التقى وزير الدفاع الوطني سيد حننة والسيد زوال اليوم بمقر الوزارة فينواكشوت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب إفريقيا والساحل السيد ليوناردو سانتوس تناول اللقاء الذي جرى بحضور العقيد محمد المختار بابا البشير واستشاري وزير الدفاع الوطني بحث علاقات التعاون القائمة بين بلادنا وهذه الهيئة الأممية خاصة في مجال الدفاع وفي شأن منفصل وشح وزير الدفاع الوطني سيد حننة والسيد باسم رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني صباح اليوم بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطن الملحقة العسكرية بسفارة المملكة العربية السعودية فينواكشوت العميد سليمان بن علي السايد وذلك بمناسبة انتهاء مهامه حضر حفل التوشيح الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني السيد سليمان ولابودا وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا السيد محمد بن عيد البلوي أدى وزير التجهيز والنقل السيد محمد عالي والسيد محمد رفقة والي أدرار السيد عبدالله والمحمد محمد صباح اليوم زيارة الجسر تيمينيت الذي يبعد 25 كم من مدينة أوجفت على المقطع الرابط بينها وبين مدينة تججة وتجري الأشغال حاليا في هذا الجسر بهدف إصلاح ما تعرض لهم من أعطاب وانجرفات جراء السيول التي شهدتها المنطقة إبان الخريف الماضي وقد عين الوزير هذه الأعطاب كما استمع إلى ملاحظات المنتخبين ومطالب السكان المحليين المتعلقة بتسهيل المرور على هذا المحور الطرقي الحيوي متعاهدا بالعمل على مضاعفة الجهود وتسريع وترة الأشغال من أجل إنجازها في أقرب وقت أدى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأذر السيد حمود بن محمد صباح اليوم زيارة للمركز الصحي قيد الإنجاز في مقاطعة مينا بولاية الماكشوط الجنوبية وتعد هذه المنشأة الصحية جزءا من مكونة الصحة التي تمثل إحدى مكونات العمل الاجتماعي ضمن برنامج تعهدات لرئيس الجمهورية وبهذه المناسبة أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأذر أن تدخلات المندوبية والبرامج التي تنفذها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الغزواني لصالح الفئات الهشة ستركز من الآن فصعدا على بؤر الهشاشة والفقر بمختلف أنحاء العاصمة التي ظلت شبه غائبة من تلك التدخلات نضمن المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيد سيد عالي والطيب بمقر الوكالة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله عن الحملة الحالية للتقييد بسجل السكان والأجال المحددة لها وأكد المدير العام ضمن ذات ذات المؤتمر أن الدولة وفرت لهذا الحملة جميع الوسائل والمعدات لضمان نجاحها نهاية مجازنا نشكر عائشة علي التي رفقتنا بلغة الإشارة وعود إلى الزملاء لاستكمال بقرية فقرة المسائية شكرا لك زينب ومشاهدنا كرام تفاصيل مسائيتنا بعد فاصل قصير بحول الله أهلا بكم إلى التفاصيل استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني اليوم بالقصر رئيسي فنوكشوطة الأمين العامة المساعدة للأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام في منطقة عربي فريقيا وساحل السيد لوندران سانتوز سيماو جرى لقاو بحضور الوسير المدير الدوان رئيس الجمهورية السيد المختار اللجاء ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد يحيو الكبد والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في موريتانيا السيدة ليلة برتز يحيى وأدل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عقب اللقاء بتصريح قال فيه إنه سعيد باستقباله من قبل رئيس الجمهورية بوصفه الممثل الخاص للأمين العام المكلف بالساحل حيث نقل له تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والتمنياته له بموفر الصحة وأضاف المبعوث الخاص أنه في مهمة تتضمن زيارة دول المنطقة بهدف استجلاء وفهم أفضل للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة على حد من الدول المنطقة والاطلاع على الجهود المبذولة للتصدير التحديات التي تواجهها المنطقة ومن أبرزها الأمن ومواجهة الإرهاب ومساعدة دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار خاصة الوضع في مالي وفي النجر الذي يتطلب من العمل معا لمساعدة هاتين الدولتين لاستعادة الاستقرار والأمن والتفرغ للتنمية الاقتصادية وضمان الازدهار لشعبيهما أعطى رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني تعليباته للقطاع الوصي والمصالح الفنية المعنية بتزويد مدينة واكشوت بالمياه الصالحة للشرب بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء الاضطرابات الفنية التي تسببت في انقطاع خدمة المياه عن مدينة واكشوت جاء ذلك خلال زيارة غير المعلنة التي أدها رئيس الجمهورية صباح أمس للمشاءات المائية التابعة للمشروع أفطوط الساحل بمقاطعة كرمسين التي تزود واكشوت بالماء الشرب عودة إلى هذه المحطات في سياق التقرير التالي الحديث عن أزمة في مياه الشرب غير وارد في الظرف الحالي بالنسبة لعاصمة عتيقة مثل واكشوت تقع جغرافيا بين بحيرة إيديني شرقا وأفطوط الساحل جنوبا لكن المؤكد أنه حصل خلال ماء تسبب في قطع المياه نسبيا عن المدينة فكان لابد من التقصي هذا ما أدركه رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني فقرر دون تردد أن نزول للميدان ليباشر مع الفنيين وأهل التخصص عملية البحث في المصادر المائية عن مكامل الخلل ولأن الموضوع ذو طبع استعجالي لا يتحمل التأخير ولو للحظة وصل رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني إلى محاطة الضخ الرئيسية منبع المياه بمشروع أفطد الساحلي في كرمسين في مستهل زيارة غير معلنة جسدت مكانا وزمانا المعنى الحقيقية لإرادة الجادة والحرص الكبير على سير الخدمات العومية والمصالح المرتبطة بحياة المواطنين بجودة واستمرارية تعود أصول الخلل الذي تسبب في أعطال متكررة بهذه المحطة إلى ما يربع على عقد كامل حسب ما أكده الفنيون أما رئيس الجمهورية فمذ تدشينها 2010 لم تخضع معدات هذه المحطة لصيانة الشاملة المطلوبة وهذا ربما يكون من أهم الأسباب الفنية لما حصل سيما وأن معظم خطوط الأنابيب ذات الحجم الكبير التي تجرب المياه من عمق النهر إلى محطات المعالجة معارضة بشكل دائم لظاهرة الطمي للموسم الأمطار وحول هذه الوضعية بالذات أعطى رئيس الجمهورية تعليماته فورا بتتبع مسار المياه لجرد جميع الأسباب الفنية واللوجستية التي يرى الفنيون أنها قد تكون سببا في المشكلة ولم يكتفي رئيس الجمهورية بهذه التعليمات فحسب بل عين بنفسه المحاولة الأخرى التي تمر بها مياه أفطوط باتجاه واكشوت هنا في قرية بن نعجي تفقد السيد الرئيس الوضعية الفنية الحالية لمحطة تصفية المعالجة واستمع من المسؤولين إلى طبيعة العمل داخل هذه المنشآت المائية ودورها في معالجة المياه قبل تدفقها إلى الواكشوت وبين الماكينات والمضخات كان رئيس الجمهورية يحرص على الاستماع عن قرب وبدقة وتأنن من الفنيين إلى التحديات التي تواجه عملهم وإلى الصعوبات وبمحطة تصفية الأخيرة هالواقعة بمشاريف مدينة واكشوت اطلع رئيس الجمهورية على المراحل النهائية لمسار تزويد أحياء واكشوت بالماء الشروب وهنا جدد رئيس الجمهورية تعليماته لوزر الوصي ولمسؤولين وإدارات الفنية المعنية بفتح تحقيق سريع لمعرفة الأسباب كاملة فيما حصل من نقص في المياه وتقديمه على عجل الحكومة مع تشخيص للحالة العامة لمنظومة الماء هما ألزمهم بتقديم مقترحات عملية تساعد في إيجاد حول سريعة وبدائل المستدامة لمشاكل عدم سيابية المياه تخفف من الأزمة الحالية في انتظار إيجاد حل النهائي للاضطرابات المتكررة في خدمة تزويد مدينة واكشوت بالماء الشروب نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم بقصر العدل في المكشوت الغربية حفلا خصصته لتبادل المهام بين النقي بين السابق والشديد حضر الحفلة وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس محكمة العدل السامية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة وعضو مشارس الهيئتين السابقة والشديدة استمرارا لنهج التناوب على قيادة الهيئة الوطنية للمحامين التي تمثل رافدا من روافد دولة القانون وشريكا أساسيا في تحقيق العدالة وصون كرامة الإنسان يأتي حفل تبادل المهام بين النقيب السابق للهيئة الأستاذ إبراهيم اللبتي والنقيب الجديد الأستاذ بونو للحسن إن حضوركم حفلة بادل المهام بين النقيب المنتهية وأموريته والنقيب الجديد يدل بوضوح على إدراككم العميق لأهمية دور هذه المهنة التي تعتبر رافدا أساسيا من روافد التنمية إذا أدركنا أن الإنسان هو جوهر التنمية وأداتها وغايتها إن العدل هو الحجر الأساس هي بناء الحضارات وإطلاق الطاقات والكفاءات ويعتبر القضاء هو القاطرة التي تجر كل العناصر والمكونات والمرتكزات لدولة حديثة قادرة على أخذ موقع في مصاف الدول المتجهة إلى التنمية الهيئة الوطنية للمحامين سعت خلال المأمورية المصرمة إلى النهوض بهذه المهنة من خلال عدة إنجازات يحددها المكتب المنتهية صلاحية لقد شرفتموني بمنح ذقتكم خلال المأمورية الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023 وأجدد لكم الشكر والامتنان على ذلك وعملت خلال هذه المأمورية على تحقيق البرنامج الانتخابي الذي رسمته قبل الانتخابات وتعاهدت بالعمل على إنجازه وقد واجهنا في البداية جملة من المعضلات والظروف المفاجئة والقوة القاهرة من قبيل جائحة كورنا التي دامت أكثر من سنة غير أن تزامن مأموريتنا مع صدور القانون المنظم لمهنة المحامات الصادر سنة 2020 الذي سنة الشراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين والسلطات القضائية تلك الشراكة التي تشكل مكسباً حقيقية قدمه المشرع الموريتاني للهيئة الوطنية للمحامين ليؤسس علاقة قوية ما بين القاضي والمحامي وهذا القانون وعملاً به بادرنا إلى إعداد واعتماد النظام الداخلي للمهنة والمنظومة الأخلاقية لها وبدلنا كل الجهود من أجل ترصيخ إلزامية المحامي أمام المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستناف والمحكم العليا تبادل للأدوار والمهام بغية الرقي بمهنة المحامات والمشاركة الفعالة في تحقيق دولة العدل والمساوات التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم المرسوق اليوم في الواقشوت وفداً رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة في منطقة عرب إفريقيا ومنطقة الساحل السيد رياندو سانتوس سيمو وتناولت المباحثات ومجالات التعاون بين موريتانيا وهذه المنطقة وسبل تعزيسها وتطويرها ومختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الأوضع في منطقة الساحل جرى لقاوة بحضور السيد محمد لمين مليعلي السفير المدير العام لمديرية التعاون متعدد الأطراف السيدة فاتو حمال قريب السفيرة مديرة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية بمديرية التعاون متعدد الأطراف السيد المصطفى النجي السفير المدير الأمم المتحدة بالمديرية نفسها التقى وزير الدفاع الوطنية سيد حنانا والسيدي زوال اليوم بمقر الوزارة في الواكشوب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب إفريقيا والساحل سيد ليوناردو سانتوس سيمو تناول اللقاء الذي جرى بحضور العقيد محمد المختار باب البشير مستشاري وزير الدفاع الوطني بحث علاقات التعاون القائم بين بلادنا وهذه الهيئة الأممية خاصة في مجال الدفاع وفي شان المنفصل وشح وزير الدفاع الوطنية سيد حنانا والسيدي باسم رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الأزواني الصباح اليوم بأسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني الملحق العسكرية بسفرة المملكة العربية السعودية في نواكشوب العميد سليمان بن علي الزايد وذلك بمناسبة انتهاء مهمي حضر حفلة توشيح الأمين العام ليزارة الدفاع الوطنية سيد سليمان والبودة وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا السيد محمد بن عايد البلوي إلى ولاية أدرار حيث أدى وزير التجهز ونقل السيد محمد علي والسيد محمد رفقة ولأدرار السيد عبدالله والمحمد محمود صباح اليوم زيارة لجسر تمنيت الذي يبعد خمسة وعشرين كيلو مترا من مدينة أوشفت على المقطع الرابطي بينها وبين مدينة تشكجة تجري الأشغال حاليا في هذا الجسر بهدف إصلاح ما تعرض له من أعطاب وانجرافات جراء السيور التي شهدتها المنطقة إبان الخريف الماضي وقد عين الوزير هذه الأعطاب كما استمع إلى ملاحوات المنتخبين ومطالب السكان المحليين المتعلقة بتسهيل المرور على هذا المحور الطرقي الحيوي متعهدا بالعمل على مضاعفة الجهود وتسريع وزيرة الأشغال من أجل إنجازها في أقرب وقت أدى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر صباحا اليوم سيارة للمركز الصحي قيد الإنشاز في مقاطعة المنابي ولاية واكشوت الشنوبية وتعد هذه المشأة الصحية جزء من مكونات الصحة التي تمثل إحدى مكونات العمل الاجتماعي ضمن برنامج تعهدات لرئيس الجمهورية مشاريع تنموية وبنية تحتية تشرف على تنفيذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر من بينها المركز الصحي قيد التشييد بمقاطعة منها زيارة الطلاع وتفقد أدىها المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تأذر حمود المحمد لهذه البناية للوقوف على مراحل التنفيذ ومدى استفائها للمعايير المتفق عليها بدفتر الالتزامات إضافة إلى احترام الأجال المحددة لانتهاء المشروع الذي يعول عليه في تحسين صحة المواطنين نحن اليوم في المشأة في رتبة مستشفى مقاطعي التي تمثل إحدى مكونات العمل الاجتماعي المبارك الذي انطلق بهذه الكثافة مع أهد رئيس الجمهورية محمد الشهر الغزوان هذا جزء من تآزر من تضامن من تكافل قدة برامج والسياسات واضحة الأهداف ومحدة المرامي تسعى أولاً لتقريب الخدمات من الفئات الهشة ذانياً تكريم الأسر المتعففة وتطوير مستوياتهم المعيشية ذالثاً تطوير مختلف مكونات المجتمع والرقي بها جميعاً دون تمييز ولا إقصاء توفير المنى التحتية للخدمات الأساسية من ماء والصحة وتعليم إلى غير ذلك تولت المندوبية العامة لتضامن اجتماع ومكافحة الإقصاء التآزر تنفيذ وتجهيز هذه المنشاة بالكامل لتكون جاهزة للاستخدام بإذن الله تعالى في ذكرى طييد الاستقلال القادم وقبل الختام أود أن أوجه نداء من خلال ساكنة الميناء للمعنيين والمستفيدين من برامج التآزر أعلن التآزر عملية تشاركية لا بد من أن يساهم فيها الجميع لا بد من تساهموا في صيانة منشآتكم ولا بد من تلعبوا دور في تدريس أبنائكم إياك نقدوا نأملوا ندير جهود تطيئوا كلها هذا المشروع الصحي من المنتظري أن يخفف الضغط عن المنشآت الصحية الأخرى بمقاطعة منها وهو خطوة اعتبرها المنتخبون المحليون في الاتجاه الصحيح هذه الزيارة الميدانية الثانية في تنع الدنامع معي الوزير وكانت بداية في مدرسة متوقفة لها أكثر من أربع سنين وفي جزاء الله أخرى مجي بيتة لشغال في المدرسة ومزاعتم استمر ولا تنفتح إن شاء الله سابق السنة الدراسية هذه المسردة كانت معضلة لهذه المقاطعة اللي نقال لمقاطعة الميناء اليوم اليوم أنا أشترف معهم اللي على تقييم سير الأعمال في هذه المنشآت الصحية التي تعتبر مهمة ونختار ونشكروه من هذه المنشآت الصحية متكاملة ومضبوطة والدور تقريب إن شاء الله وتشتغل والدور تخدم ساكنة بلدية الميناء وهذا رأينا شاكرين وحتى نشكر المندوبية بأنها حقا ياسر من السكان هذه المقاطعة يستفادوا من خدماتها بشكل مستمر وهذا حقا مؤشر خير نختار نقول لأن الدولة ورئيس الجمهورية لأن هذا الاهتمام الذي يعاطي بالفقراء والمستضعفين أنه مهم يا الله يتواصل هي الزيارة الثانية التي أدها المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر لبعض المشآت الصحية والتعليمية خلال هذا الشهر بغية متابعة الأشغال وتنفيذها في أقرب وقت ممكن لتستفيد الساكنة وتتعزز البنية التحدية في مختلف مقاطعات واكشوط والمدن الداخلية محمد عمر بن لول الموريتانية نظم المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمقار الوكالة مسائلهم مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله عن الحملة الحالية للتقييد في سجل السكان والأجال المحددة لها وأكد المدير العام ضمن ذات المؤتمر أن الدولة وفرت لهذه الحملة جميع الوسائل والمعدات لضبان نجاحها كيف تعرفوا الإعلام مركزة أساسية ومهمة في توعية المواطنين وتحسيسها في كل أمور التي تمها كاملة وعلى ذلك الأساس أغتأينا على أن نجاب رحنا ونتومه إلى أن نلحم لكم برسالة واضحة ومفادها عن الدولة عازمة أعلنها أتمكن مواطنينها من حصولهم على وثائقهم الثبوتية مواطنين هنا نقولها جميع المواطنين دون استثناء كما تعلمون في الأسابيع الماضية تم إطلاق بعثات للتقييد المتنقل الذي هو التقييد المكثث وذلك بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزوان وهذه التعليمات كانت واضحة على أن جميع المواطنين يجب أن يستفادوا من التقييد ويحصلوا على وراقهم الثبوتية وذلك لا يمكننا على أن يعود عندنا سجل وطني بيومتري محفوظ ومكتمي لأن العملية المهمة والأساسية أن يكتمل التقييد في السجل الوطني للسكان ويعود اللي خالق اللي بالنسبة للأطفال والإزدياد في السنوات اللي جاية الشهر هاي العملية كيف قلت لكم الشمل تضارك ست ولايات الحوض الشرقي والحوض القربي والأعصابة وقرقل وفيديماقة والبراكن وفم 30 فرقاء ميدانية وتم تجهيز 40 مركز ذابت وأهلت أصلا من أجل هذه العملية هي عملية طويلة كان فيها تأهيل المعدات والوسائل اللوجستية والإطار القانوني وتم أيضا من ذلك الإطار القانوني اعتماد مقرر اسمح بتشكيل لجان على مستوى البلديات وحتى أنه لا يوصل للقراء لأن هذه المرة ولأول مرة يعود عندنا فرق متنقلة قادرة على ذلك التقييد رسالتنا لكم بسيطة على أنكم كلكم من موقع ومن بلو يا الله واكبنا في العملية شاكرين ذو كل واكبونا لأن نشفنا الحمد لله إن خلقت حركة على مستوى ذي الولايات اللي ذكرت وخلق فيها قدر من التحسيس مع سلطات لدارية كانت رعاها سلطات لدارية غير نختيركم تزيدوا لأنه عنده فترة محددة ولا ينقفض فيها السجل والتقييد هذا واجب بطني فعلا أنه حق الوطن على كل واحد منه لأنه يتقدم إليه يعدل ذلك الواجب لأنه أساسي وبدونه ما نقدونه نوح لوفه للي نقال له تسيير السكان تسيير السكان ما يصح ما أولين تكتمل عملية التقييد وتعودعات عندها معنا ويقدون ينبنوا عليها السياسات والإحصائيات والكامل اللي يقدي صح وهون نختير نقول لكم عن جميع الإجراءات والوسائد سواء كانت مادية والله كانت لوجستية والله كانت تقنى كامل وفار في الدولة مطلوب بطريقة عن المواطنين تقبل هذا الإحصاء المعدل بالطبع عن المواطنين لما فات استفادت من التقييد أطرق نواب حزب الإنصاف عن ولاية واكشوت الجنوبية الصباح اليوم حملة لاستقاية بعض أحياء ولاية واكشوت الجنوبية ويستفد من هذه السقاية عدد من أحياء مقاطعات الولاية هنا من أمام ولاية واكشوت الجنوبية يطلق نواب حزب الإنصاف على مستوى هذه الولاية حملة السقاية لصالح بعض الأحياء بالمقاطعات الثلاثة الرياض عرفات والميناء وتأتي هذه السقاية إسهاما من هؤلاء النواب في الحد من العطش الذي تعاني منه بعض أحياء الولاية نختار نثمن هذا المجهود ونقوله أنه يكمل مجهودات الحكومة التي قامت بها وزارة المياه والشركة مشكورين وواكبوها ليلة ونهار ما قطروا قدو وكل حي يوقفوا عليه إلا إما واصلوا وإما جايوا عن طريق الصاري وحتى أنهم يكملوا ذلك بالحاويات نحن عندنا وضعية الولاية من أكبر الولايات وأكثرها انتشار أفقية وفيها أحياء نتيجة الطبيعة الجغرافية وما هاتو صالهم الشبكة وحتى ذلك اللي ما هاتو صالهم الشبكة مولي بنتيجة لموقعها المرتفع ما هاتو صالهم الضخ وقد أكدت المتحدثة باسم النواب النائب ميمونة أحمد سالم أن هذه السقاية تأتي لتكملة الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الماء الشروب للمواطنين هذا الجهود التي نعدل اليوم جاء طبعا تكملة للجهود التي قائمة بها الحكومة من خلال شركة المياه من خلال وزارة المياه والصرف الصحي وطبعا هذا كامل بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهوري اللي يوقف بهم من رأسه بشكل شخصي على المشيات في زيارته أمس وعضل التوجيهات أيضا بحل هذه المشكلة بشكل سريع لأننا نحن نواب الشعب اللي منتخبنا وهدفنا عنا نعاون الحكومة ونعاون باقي المنتخبين وحل مشكلة المشكلة طبعا لقراجعنا عنها لا تعود مشكلة آنية ما هي مستديمة ويستفيد من هذه السقايا عدد من الأحياء بعضها يعاني من انقطاعات في التوزيع والبعض الآخر لم تصله شبكة التوزيع بعد وتأتي سقايا نواب حزب الإنصاف على مستوى ولاية الواقشط الجنوبية للتخفيف من حدة العطش الذي تعاني منه بعض أحياء هذه الولاية نظمت مؤسسة دافة الإعلامية مساء أمس بالعاصمة ندوة حول الإصلاح الإعلامي وتجلياته تحت عنوان تكريس إعلام القرب وتوسيع فضاء الحريات وذلك بمناسبة مرور أربع سنوات من مؤمورية رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني ومديرة مؤسسة دافة الإعلامية سيدة منتان منت المرابط أوضحت في كلمة لها بالمناسبة أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على النجاح الإعلامي الذي تحقق خلال الأربع سنوات الماضية من مؤمورية رئيس الجمهورية مؤكدتنا أن مؤسستها اختارت أن تحتفي بذكرى تنصيب رئيس الجمهورية انطلاقا من اختصاصها وقد تميزت الندوة بعدة محاضرات حيث قدم رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سيد الحسين ولمد عرضا حول المسار الإعلامي للسلطة ضبط الإعلامي والقوانين التي تمت المصادقة عليها لتوسيع مجال الحريات الإعلامية خلال السنوات الأربع الماضية المدير العام لإذاعة موريتانيا سيد محمد الشيخ والسيد محمد فقد تحدث عن تجربة مؤسسته في مجال الإصلاح وتقريب الإعلام التنموي من المواطن موضحا حجم التوسع والتطور الذين عرفت هما شبكة إذاعة موريتانيا خلال الأعوام الأربعة الماضية وتناول المدير العام لتلفزة الموريتانيا سيد محمد محمود أبو المعالي موضوع تكريس الإعلام السمع البصري وتمهين الإعلام بشكل عام والإعلام العمومي بشكل خاص مستعرضا ما تحقق من إنجازات وتطوير في التلفزة الموريتانية خلال الأربع سنوات الماضية فيما استعرض المدير العام المساعد للوكالة الموريتانية للمباه السيد خطر البكر الدورة الذي لعبته الوكالة في تكريس إعلام القرب وتنويع خدماتها من خلال باقة الوسائط التي امتلكتها بما قدم رئيس سلطة تنظيم الإشهار السيد محمد عبدالله الحبيب محاضرة تناولت النهوض بالإشهار والحريات الإعلامية والصحافة المهنية واستعرض ما قامت به السلطة خلال الفترة الماضية مبرز النماذج من تعاطيها مع تطبيق قانون الإشهار معض اللجنة العليا لإصلاح الإعلام السيد كيساما جغانا فقد تحدث عن إصلاح الصحافة والاقتراحات والتوصيات التي قدمت اللجنة في هذا الإطار وهنا بالعاصمة دائما نظم مكتب رابطة العالم الإسلامي في موريتانيا الدورة الثالثة للندوة الإقليمية الدولية لوثيقة مكة المكرمة تم خلال هذه الندوة تقديم محاضرة ركزت في مجملها على الأثر القانوني والحقوقي لهذه الوثيقة الأثر القانوني والحقوقي هذا هو عنوان الدورة الثالثة للندوة الإقليمية الدولية لوثيقة مكة المكرمة والتي ينظمها مكتب رابطة العالم الإسلامي في موريتانيا وذلك بهدف الدعوة إلى تكريس قيم الاعتدال والوسطية أن هذه الوثيقة تستمد قندسيتها من قونها امتداداً لوثيقة المدينة المنورة التي تعتبر أول دستور وضعها أفضل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم منقذ البشرية والداعي إلى الحق والهادي إلى الصلاة المستقيم ولذلك جاء علماء العالم الإسلامي اليوم ليضعوا هذه الوثيقة وثيقة مكة المكرمة لأنها تعتبر تحييناً واستمراراً لذلك النهج الصالح لكل زمان ومكان مديرة مكتب رابطة العالم الإسلامي في موريتانيا أكدت أن هذه الوثيقة ساهمت في مواجهة الحملات التي شنت ضد الإسلام مضيفة أن الوثيقة تكتسي صبغة رسمية بالنسبة للدول الإسلامية إن هذه الوثيقة تدعو لقيم الاعتدال والوسطية لكنها أيضاً ساهمت بشكل كبير في مواجهة حملات الإسلام الفوبيا التي شنت ضد الإسلام وقد تم اعتمادها في مؤتمر وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي باعتبارها وثيقة رسمية لكل الدول الإسلامية إن الهجمات التي يشنها المتطرفون والمسيئون ضد ديننا الحنيف هي حملات خاسرة ومدانة وندعو هنا كل الدول وخصوصاً الدول الغربية إلى سن قوانين لمواجهة هذه الإساءات فلا توجد حرية تبرر الإساءة للمقدسات شملت فقرات الندوة تقديم مداخلات لعدد من الحضور تحدثوا فيها عن دور المنظمة وهذه الوثيقة في الدعوة لقيم الوسطية والاعتدال بالإضافة لمحاضرات لعدد من الأساتذة تناولت الأثر القانونية والحقوقية لهذه الوثيقة أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية والمركزية أن مقايز المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أطلع كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو الأتي اشتركوا في القناة 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 المطرية التي عرفتها عدة مناطق بولاية أدرير تراوحت بين مليمترين بآطار إلى واحد وسبعين مليمتراً بقرية كسير الطرشان في حين سجلت مقاييس المطر كميات معتبرة بمناطق أخرى نحن الحمد لله جاءتنا السحاب يامس وبيت ما الشعلين والحمد لله جاءت لعدة مناطق من أدرير جاءت المحارث وجاءت المفارش وجاءت الأكسار الطرشان وجاءت البليدات الحمد لله من أدرير والحمد لله هاي السحاب جاءت في وقتها جاءت الحمد لله نخل فات طاب وفات تقدم حاله وهاي الخريفة السنة هي تعود خريفة زينة باللي عاقبان الملي عامل أول خريفة زينة والمِبيت ان نشربة الطراب الحمد لله الحمد لله بردة الجو أمطار خير وبركة كشفت حجاب الصيف عن سحر تضاريس أدرار وكسرت حدة الحر فلم تفوت العدسة توثق جوانب من بهجتهم وغطتهم ببواكير خريف واعد أمنت هذه الأضاة خلفي منتزها طبيعيا لهؤلاء الرفاق اللداد فعشق الطبيعة لدى الآدراريين لا يقتصر على فئة عمرية معينة هو عشق لا حدود له أسعفه جمال تضاريس المنطقة خاصة في مثل هذا الموسم موسم الخريف عبدالله صوفي من قرية تض قناة الموريتانية إلى شرقي البلاد حيث عقد المجلس الجهوي لجهة الحوض الشرقي اليوم بمقره في مدينة النعمة الدورة العادية الأولى للسنة 2023 وثلاثة وعشرين عزة وتضمن جد لأعمال الدورة عرض تقرير ما بين الدورتين وتشكيل اللجان دائما للمجلس الجهوي إضافة إلى قضايا أخرى متفرقة المجلس الجهوي لولايات الحوض الشرقي ينعقد في دورة جديدة بأغلبية مستشاريه وممعية والي الحوض الشرقي السيد السلم والسيدي الدورة العادية الأولى لسنة 2013 تناقش تقرير ما بين الدورتين وتشكيل اللجان الدائما للمجلس الجهوي إضافة إلى قضايا متفرقة في ظل تطلعات إلى مزيد من الخدمات في مجال التنمية القاعدية طلب هذه المناسبة أكدركم فقط من جهة على مواكبتنا وحرصنا إن شاء الله على العمل معاكم ما يتعلق بالمهام الجسيمة المكلفين بها من جهة آخرى التأكيد على الدور المحوري للجهة في التنمية في تنمية الولاية وذلك اللي ينتور المواطنين مواطنين الولاية كاملين منكم كفريق من أجل الدفع إن شاء الله بعجلة التنمية ومواجهة التحديات التنموية والخدمية اللي يواجه المواطنين على امتداد الولاية مهمة عن مدى تم انتخابها وتم تقديمها لهذه المهمة تحس بجسامتها أولا وتحس على أنها تم تكليفها وليس تشريفها بالمهمة وتحس بالتالي على أنها مطالبة بقدر كبير من الأداء وقدر كبير من الخدمة مبادر المجهود من أجل خدمة المواطن من أجل تحقيق الإنجازات والتحسينات والتطلع للتنمية التي طلعها المواطن على امتداد ولاية الحمد لله شاسعة وكبيرة بدوره رئيس الجهة ولاية الحوض الشرقي أكد أنهم سيواكبون جهود الدولة في مجال تحسين الظروف المعيشية للساكنة تتزامن هذه الجلسة مع تخليل سنة الرابعة من مأمورية وخامة الرئيس والتي تميزت هذه المأمورية بالكثير من الإنجازات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ونحن في المجلس سنقوم بحول الله بمواصلة ودعم هذا المجهود وتلك الإنجازات من أجل رفاهية واستقرار البلد وطبعا لتحسين الظروف معيشية مواطني الجهة وعلى هامش هذه الدورة قام أعضاء المجلس الجهوي بغرس بعض السجيرات مقدمة من طرف وزارة البيئة في إطار فعاليات لسبوع الوطن الشجرة بالولاية المنظم هذا العام تحت سعار شجرة لكل مواطن الفاقف اللي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة إلى ولاية العصابة حيث عقد والي الولاية سيد عبد الرحمن ولل حسن اجتماعا مع بعثة إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية واستعرض خلال الاجتماع بعثة إدارة أملاك الدولة أمام الطاقم الإداري بالولاية أهتف الحملة الوطنية التي أطلقتها والآليات التي يتم اتباعها في جرد ممتلكات الدولة العقارية ومعرفة وضعيتها القانونية ويشمل عمل البعثة إنشاء قاعدة بيانات للممتلكات العمومية وتصميفها في أرشيف عقاري وخلال الاجتماع أكد والي العصابة أن الولاية ستعمل على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح مهمة البعثة مبينا استعداد المصالح العمومية للتعاون المباشر من أجل إحصاء الممتلكات العقارية للدولة في الولاية رئيس البعثة أكد أن هذه الحملة تستهدف كافة ولايات الوطن لوضع خارطة عقارية لممتلكات الدولة إضافة إلى أرشفة هذه الممتلكات تماشيا مع السياسات العليا المتبع حاليا والتي تحظى بإعناية الفائقة من صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني تنطلق هذه العملية من قبل الإدارة العامة لعقارات أملاك الدولة لمستوى ولاية الوطن الداخلية هذه العملية من شقين الشق الأول يعنى بالجرد أملاك العقارية للدولة والشق الثاني يتعلق بعملية حفظ الأرشيف العقاري الموجود في الولايات وفي هذا الإطار جاءنا في هذه البعثة الولاية العصابة من أجل جرد هذه الأملاك العقارية على مستوى الولاية ككل وأيضا من أجل الحصول على الأرشيف العقاري لأرشيف المنح العقاري الموجود في الولاية وإن شاء الله تتكلل هذه العملية بالنجاح وفي ولاية كيهيد احتضنت مدينة كيهيد صباح اليوم أشغال ورشة لعرضي نماذجا من تدخلات منظمة أكرت في مجالي الزراعة والأمن الغذائي وتهدف هذه الورشة التي أشرف على افتتاحها والي غورغول إلى تبدل الأرامع مختلف الفاعلين حول أولويات تدخل هذه المنظمة في ولاية غورغول بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمتخبين طلقت أعمال ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال تدخل منظمة أكرت العالمية خاصة في ميداني الزراعة والتغذية في بلادنا وخلال هذا اللقاء سيتم التركيز على تدخلات المنظمة وتجاربها في ولاية البراكنا تمهيدا لتدخل المماثل في ولاية غورغول لدعم جهود الدولة في مجال الزراعة والأمن الغذائي يتنزل هذا البرنامج في إطالة التوجيهات العامة لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغازواني الهدف إلى تطوير الأمن الغذائي للبلاد من خلال تغطية الحاجة الغذائية للأسر الموريتانية من ناحية وتحسين مستوى دخلها وإنتاجها من ناحية أخرى كما يتزامن هذا النشاط مع انطلاق الحملة الزراعية 2023-2024 والتي توفر لها الدولة جميع الإمكانيات اللازمة لنجاحها وأملنا كبير في قدرة المزارعين على رفع التحدي وتحقيق الاكتفاء ذاتي على مستوى البلد في الختام أرجو أن تستفيدوا من العروض التي ستقدموا خلال هذه الورشة وأن تتمكنوا من تبادل المعلومات والخبرات الضرورية لتحسين وتطوير الأمن الغذائي للبلاد العروض المقدمة في هذه الورشة تناولت أوجها من عمل منظمة جرت في مجال التكوين النساء وشباب ودعم المشاريع الزراعية واستخدام إنتاجها لتطوير نظام التقذية في المناطق الريفية الورشة اليوم تدخل هنا اختيار لها كيهيدي ما كان اختيار اعتباطي خاصة على أن الحملة الزراعية انطلقت من كيهيدي هذا العام ونشوفه الأولوية التي تعطي موريتاني للزراعة خاصة من أجل الاكتفاء الذاتي ومن أجل نظام قذائي صحي دائم لا بدنا نركز على الزراع لذلك الاساس اخترنا ملي تعد ورشتنا بادئة من هنا اياك اننا انتبادل الخبرات مع المزارع هنا في كيهيدي ورؤساء المصالح والناشطين بصفة عامة في مجال الزراع والتقذية ورشة كيهيدي ستكون بمثابة تشخيص لأولويات تدخلات منظمة جرت في قرغل وتحديد المناطق المستهدفة لدعم وتطوير الانتاج الزراعي ونظام الامن الغذائي بشكل عام في هذه الولاية محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي الى ولاية داخرة نواذيبو حيث تم تقسيم كميات من المواد الغذائية المشعنية من قبل مفوضية الامن الغذائي تأتي هذه العملية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفوضية الامن الغذائي بولاية داخل تنواذيبو توزع كميات من المواد الغذائية المجانية لصالح أكثر من ستة آلاف أسرى أشرف على تقسيم المواد الوالي المساعد للولاية رفقة المتخبين المحليين ويأتي تقسيم هذه المعونات انسجاما مع السياسة العامة للحكومة الهدفة إلى النهوض بواقع الفئات الهشة ومد يد العون لها في إطار العمليات التي تقوم بها مفوضية الامن الغذائي التي تدام دائما على توزيع المواد الغذائية بشكل مجاني وفروقها للبلاد نحن اليوم على الفريق كامل جايين لهنا نطلق من انطلاق توزيع مجاني على مستوى داخل تنواذيبو في إطار العامة للحالة السياسة الاجتماعية ضمن برنامج بخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني الذي يعطي اجتمام كبير للجانب الاجتماعي إذن الولاية التنواذيبو اليوم لا يتتفاد من حصة مجانية عبارة عن أكثر من 6000 سلة غذائية لصالح الهيئات الأكثر تضررا اللي نصالح عليهم الناس المتعففين هذه العملية على كل حالة بتمويل من الشقيقة السعودية من خلال منظماتها السخيرية والعملية بعد هذه الانطلاق إن شاء الله ستتسمر على مستوى المغاطعات والبلديات إن شاء الله كل واحدة ترى إن شاء الله حصتها إن شاء الله من هذه العملية عمدة البلدية بدوره ثمن هذه الخطوة الإنسانية التي تسهم في الرفع من المستوى المعيشي للطبقات الضعيفة من سكان المدينة بسم ساكينة المدينة سيد الوالي سيد الحاكم نشكر المفوضية التي تعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية للعناية بالعائلات الضعيفة في مدينة تنواذيبو وراجم إن شاء الله عن هذه المبادرات يستفيد من العملية ستة آلاف ومئة وثلاثة وستون أسرى وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية عملية توزيع مجاني معدل على مستوى داخل تنواذيبو دائمة الدولة أنها دائما تعدل لأنها تشاهد الحاجة يعطيها تعدل فيها ومولدها هيئة سعودية قالها الإقاذة والإعلام الإنسان مستفيد منها على مستوى الولايات الكاملة ستة آلاف أسرى من امتنى هالشاشة هذه مفوضية نواذيبو لإطاعتنا هذا الغذاء جزاها الله خيرا أن الناس فاصلة فيه كامل جزيهم بخير ويعطينا ويعطيهم العافية إن شاء الله كأرفين حتى جزاكم الله خيرا والحق باطل الدنيا فاصلة فيه الله يطينا ويعطيكم العافية ووفقوا من الدنيا والأقرأ هو مارو والشعرية ودلوير والسكر جزاهم الله خيرا تعتمد مفوضية الأمن الغذائي في توزيعات بيانات استجل الاجتماعي للدولة لتحديد المستفيدين من العملية لتصل هذه المساعدات إلى مستحقها الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة نواذيبو وفي ولاية داخل نواذيبو دائما أشرف مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد الشيخ سيد أحمد ولمحمد عبدالله الصباح اليوم على إطلاق القافلة التحسيسية حول القوانين المنهضة للاتشار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تنظمها المنصة الجاهوية لمنظمات المجتمع المدني بدعم من الهيئة الوطنية لمحاربة للتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقد أكد المستشار خلال كلمته دعم سلطات العلياء في البلد لهذا العمل الحقوقي حفاظا على كرامة نسان موشيدا بدور المجتمع المدني بوصفه الشريكا وعول عليه في الكثير من الجوانب التنموية بدوره عمدة بلدية وذيبو السيد القاسم البلالي طالب الجميع بالتعاون لإنجاح هذه القافلة التي أكد هميتها في بناء الوحدة الوطنية ودعم البلدية لها حتى تحقق أهدافها أما رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بن وذيبو السيد يحيو اللدد فقد أوضح أن المنتدى سيعمل بكل طاقة لتحقيق أهداف هذه الحملة جران طلاق القافلة بحضور حاكم مقاطعة وذيبو رئيس المجلس الجهوي لجاهة داخرة وذيبو المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومثلين عن منظمات المجتمع المدني بن وذيبو إلى ولاية ترارزا حيث تستقبل مصالح البيطرة العديدة من الحالات المرضية الحيوانية في المنطقة وتقدم لها العلاجات المناسبة فريق من مكتب قناة الموريتانية في مدينة روسو وأكب إحدى العمليات لبعض الحالات المرضية التي تستقبلها المصالح البيطرية بالولاية وأعدى تقريرات سالية لا يتعلق الأمر هنا إطلاقا بالاستعداد لعملية أحر لهذه الناقة وإن كانت كل المؤشرات توحي بذلك من تصفيد وتذبيت للقوائم وإحكام السيطرة وبتوسيع حقل الصورة والمشهد شيئا فشيئا تتضح المعالم ويزول اللبس هنا يتم وضع اللمسات الأخيرة لعملية جراحية مستعجلة لاستئصال جزء من الأمعاء المتهرئة التي أصبحت تفرغ مباشرة في معيدة الناقة وتفاقم من عراضها المرضية وهو ما حدا بصاحبها بعد أن كل من علاجها إلى اللجوء إلى طاقم مندوبية وزارة التنمية الحيوانية عسى أن تجد دابته خلاصا من أوجاعها عندنا ناقة لزمن مريضة وكنا شاكين عنها بيها ذا اللي نقال لمرض التارك نعرفوها تعي تكوّر في المصران ويعود ماتل عنده علاج ما هو عنه ينقل عنه ولقطينا قطت فقلنا زوائل ولقطينا ههمية ذي كي كبيرة وقتين اليوم مجرأ نقلنا عنها لخالقة ناقة ما ثلاثة عندها خيار لهذا الكسبوع ما توكل ولا تشرب ولا تبع وهو ما ثلاثة عندنا فيها أمل قلنا عنه ونبشو بيها نجيبوها للطبيب يشوف لنا ذا الرواية اللي نعود ونعرفوها في المستقبل لعدنا نقدم نتتم ونداوها من الحيوان ما تعود تم كل مرة طافق لنا شو طافقه؟ كل وقت طافق ياسر من لبل وتوفو جبناه هون قبل الدليقة هون والدكتور سالم وإجزام الله وخيرا وقالوا لنا عدوا لها عملية وقالوا عنها ناش حمية في المزي قالوا عنها مشكلتها كانت عن ملتو فيها مصران وشقوها ومنين شقوها هو المصران متفتت لا عاد مات لها خالق قالوا منه قالوا منه الشضلية هو مات وخيطوه هذه العملية عملية طويلة ومعقدة لكننا هنا نكتفي بمراحلها الأولية وهي تحديد إحداثيات الوجع وتبنيج منطقة العملية ونترك الطاقم البيطري يباشر بمقصاته ومباضعه تفكيك المكونات الداخلية لهذه الناقة للوصول إلى علة المرض والسبر اتجاهاته وتمدده في جسم الناقة والسئصال الوجع وتعقيم منطقة العملية ليؤكد لنا في النهاية نجاح العملية التام نحن بالنسبة ناجحة أماكن فيها يقدر يخلق فيها نزيف والخياطة المصران من داخل خياطناها خياطة مضبوطة معناها إن شاء الله ما فهم الشيء ذوك وما خيوفه عليهم إنه بإذن الله يتعلم ورأيشين لها أنها تلقاح في هذه الخريفة وأنها تولد الخريفة القادمة ينفق الكثير من ذروة الحيوانية في أريافنا وقرانا بدم بارد كما يقال ودون أخذ لأبسط التدابير العلاجية التي توفرها الدولة في مصالحها البيطرية وتعبئ لها الطواقم المؤهلة ويركن أصحاب هذه الماشية إلى الوسائل البدائية المتوارثة في التطبيب وقد يصيبون مرة ويخطئون مرات لكن تبقى العلوم البيطرية وخبرة البيطريين هي الأنجع لوطح حل لهذا الارتجال في التداوي والعلاج لأنه ببساطة ينطلق من تشخيص خبير ويتم التحرك وتدخل وفق نتائج هذا التشخيص المنطلق من العلة المرضية إلى أولئة البراكنو في يطار التقارير الإخبارية التي يعدها مكتبنا الجهوي في مدينة ألاك عن المواطنين في الريف ومواكبة حياتهم اليومية عد فريق من المكتب هناك تقريرا من ضواحي مقاطعة مقطع الحجار التقرير التالي يسلط الضاع على جوانب مهمة من الفلكلور الشعبي للمنطقة ومدى حضوره في يوميات السكان تزامنا مع حلول موسم الخريف مشقة التطاريس وقسوة المناخ في هذه المنطقة عوامل أسهمت عبر الزمن في تكوين هؤلاء على مكابدة الحياة ومواجهة التحديات المناخية لكن الظروف العامة سرعان ما تتغير حينما تتهاطل الأمطار ويدخل موسم الخريف هنا تقوم نساء الحي باستدعاء عادات وتقاليد توارثة الأجعل فتضرب الطبول على وقع الفرح بحلول فترة زراعة الحقول وانتعاش النباتات والأشجار عندما يدوي صوت الطبول في سماء الحي يبادر السكان إلى المشاركة في نفض الغبار عن جزء هام من فيلكلوري المنطقة ويتم التركيز على استحضار ذكريات المزارعين وملاك الماشية مع فترات الشهر من خلال الأهازيج والرقصات التي تعكس نبض الحياة في هذه الأرض وينتعش هذا النوع من الفلكلوري الشعبي في هذه البوادي خلال موسم الخريفة ويتضاعف الإقبال عليه نظرا لرمزيته ومكانته الكبيرة في نفس هؤلاء الفلكلوري الشعبي من أهم الطقوس المتوارثة في هذه المنطقة فعلى الرغم من أنه بات مهددا بالنسيان ما يزال حاضرا بقوة في الحياة اليومية هنا يشحل همم الفلاحين ويكسر رتابة الحياة في هذه الربو عبد الودود والسيدنة الموريتانية من ضواحي مقاطعة من طالح جار شكرا لسميل عبد الودود والسيدنة وبهذا الفلكلور الشعبي الشميل عزناتي على ختم مسائيتنا لهذه الليلة تذكير بالعناوين رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الياسي الأمين العامة المساعدة للأمم المساعدة الممثلة الخاصة للأمين العامي في منطقة غرب إفريقيا والساحل في طر زيارته لولاتي أدرار وتقانت وزير التجهيز والنقل يقف على أعمال جسري تيمينيث بالمقطع الرابطي بين أوجفت وتيشكجا خلال مؤتمر صحفي المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة يؤكد أن الدولة توفرت جميع الوسائل لإنجاح الحملة الحالية للتقييد في سجل السكان ختاما مشاهدة الكرام شكرا لكم على كرام المتابعة تحية من يوم النزمينة عزيزة عبدوهاشم ومن باقي طريق العمل للقاء ترجمة نانسي قنقر